أول طريقة اللي إحنا راح نشوفها اللي هي الversion control system version control system اللي يعتبر شنه هو source code management هذا أول stage أول مرحلة من مراحل DevOps الversion control system فيها النوعين النوع الأول اللي إحنا نعتبره centralized version control system بمعنى أنه أنت مشروعك لما أقول repo site tree repo site tree هو المرفوع بها المشروع الخاص بمؤسسة أو بشركة أو الفريق اللي يشتغلون على مشروع معين يكون مرفوع على شيء اسمه repo site tree اللي هو السيرفر هنا لدينا مبرمجين workstation pc1 workstation pc2 workstation pc3 كل workstation نعتبره مطور بمعنى ثلاث مطورين أو ثلاث مبرمجين قاعدين على الحاسبات يبدون بعملية التنفيذ commit بمعنى أنه بعد ما خلص المشروع يبدي برفعها أوكي وأكيد قبلها يعمل update update شنو هو يسحب نسخة من المشروع من repo site tree يعمل عليها تعديلات وبعد ذلك يرفعها للسيرفر كذلك نفس الشخص قبل اللي ينفذ ياخذ نسخة حتى ياخذ آخر تحديث اللي موجود بالسيرفر ويعمل commit يرفع التحديثات اللي قام هو بعملها وكذلك الثالث نفس الشيء هذا النوع احنا نسمي بشنو centralized version control system لكن هذا بها يعني disadvantage أحد المساوء مالتها أنه أنت رح تشتغل online فقط لأن أنت repo site tree مشروعك موجود على السيرفر بمعنى لازم هذول الثلاث مبرمجين يكونوا موجودين online دائما حتى يقدرون يشتغلون أو يرفعون المشروع لأن ما عدهم نسخة من repo site tree موجود عدهم عدهم نسخة من المشروع وليس repo site tree النوع الثاني اللي يعتبره شنو distributed version control system distributed version control system شي يقول يقول أنه أنا عندي repo site tree واحد وعلى السيرفر موجود لكن في نفس الوقت هذا repo site tree في عنده نسخة موجودة على الحاسب اللي خاصة بيك كworkstation يعني نقدر نقول نقدر نجور مننا خط repo site tree سيرفر هذا online أما اللي بعده اللي هو من repo site tree البقية ولي جوا هذا نقدر نعتبره offline بمعنى distributed version control system يسمح بأنه أنت تاخذ نسخة من repo site tree وتخليه في حاسبتك نفس آلية عمل منه الـ get المشهور اللي احنا نستخدمه في مشاريعنا هنا شي قولي الآلية مالتا أنت تاخذ نسخة من المشروع repo site tree ك repo site tree تخزنها في حاسبتك تجي هنا بالحاسبة مالتك أنت كمبرمج تبدي تشتغل على repo site tree offline ما حاجة أنه أنت تكون مربوط مع الـ online وتعمل تعديلاتك مثل الـ get الـ get يعني ممكن أخذ نسخة من الـ get عاشة بمثال في الـ get hub مثلا أخذ نسخة من الـ get hub وأجي في داخل الحاسبة مالتي أشتغل على الـ get الـ get ما يطلب وجود الـ internet يعني ممكن أشتغل بها براحتي بعد ما أشتغل عليها أجي أعمل عليها comet لما أجي أعمل comet المرحلة اللي نيجي نعمل فيها comet رح يجي هنانا الـ repo site check إذا في تعديلات موجودة بعد ذلك نجي نرفع المشروع للسيرفر وأكيد غيرنا الحاسبة الثانية قبل اللي يجي يعمل تعديلات رح يعمل pull يسحب المشروع اللي موجود في الـ repo site ويغزنها في حاسب حتى يبدأ هو يشتغل بيها براحتك offline وبعدين يجي يعمل comet وبعدين يجي يعمل push كذلك بالنسبة للشخص الثالث فبهالحالة صار عندك الـ repo site موجود في حاسب offline تقدر تشتغل بيها براحتك فهنانا صار عندك distributed version control system أفضل بكثير من المرحلة الأولى وهذا شبيه بيمن بالget وصلنا لقسم الأسئلة أكو أحد عنده سؤال لو أستمر تمام نستمر أوكي لاحظوا الجي جي نز اللي سألت عنها زهراء هو ش راح يكون الوظيفة مالتا إحنا بعد ما نجي نبرمج خلي نقول تطبيق معين تمام جينا عملنا تطبيق CMS مثلا تطبيق ويب سايت whatever كان المشروع الجي جنيز راح يجي تشيك التطبيق هذا شنو المكاتب اللي يحتاجها وشنو الأشياء requirement المتطلبات اللي يحتاجها حتى يشتغل على السيرفرات على سبيل مثال ويندوز أو لينيكس أو ماك تمام إضافة إلى ذلك إنه يجي يعمل مراجعة كاملة للكود الخاص بنا اللي احنا كتبناها وين عدنا أخطاء وين عدنا مشاكل قد تكون ليش في البيئة التطويرية كثير من حالات تصير بالمبرمجين في البيئة التطويرية شغال بدون أي مشاكل لما نجي نشغلها بالسيرفرات تظهر عدنا مشكلة فالجيغنز يحل هذه المقطع إنه يعرف شنو الخلل الموجود لو اتعمل هذا ريليز يعني مثلا إنه أنا عندي تطبيق بالجافا ديشتغل في الإيكليبس تمام بدون أي مشاكل ودينفذ بس لما أجي أعملها مثلا جار فايل وشغلها في الأوبرايشن حدثت عندي مشكلة مكتبة ناقصة كانت أنا كنت ناسي أضم منها الجيغنز يجي يشوف شنو الأشياء اللي يحتاجها قبل لي يتحول هذا التطبيق إلى مشروع وينزل في طرف الأوبرايشن طبام زهراء طيب علي أحمد يسأل يقول الريبوسايتوري بين ما حد ينزل نسخة ويحدث عليه يجي يرفعه بهذا الوقت المبرمج آخر ننزل قبله بهاي الفترة شلون أوكي بالنسبة لمرحلة الدستريبيوتد version control system إحنا دائما يعني أنا عامل دورة خاصة مع الـ Git وأيضا الـ GitHub ودائما أقول يعني في الدورة في النهايات الدورة في نهاية الدورة الـ Git والـ GitHub دائما أذكر للمبرمجين أنه أنت قبل تشتغل على مشروع دائما قبلها أعمل Pull أعمل أو شي Pull حتى لو أنت متأكد أنه هو حديث يعني فلنفرض أنه أنا رافع مشروعي على الـ GitHub مثلا تمام واجيت عندي مجموعة فريق يشتغلون معي في نفس الوقت فهنانا يعني لما أجي أريد أشتغل على المشروع أأخذها من السيرفر وأبدأ أشتغل عليه قبل لا قبل لا أجي أرفعها أعمل Pull آخر أوكي حتى تأكد أشوف إذا أكو تعديلات موجودة بعدين أجي أعمل Push تتفهم شلون؟ يعني كمرحلة أولى قبل لا تشتغل على المشروع دائما أعمل Pull دائما أسحب واشتغل عليها بعدين أعمل Push فالثاني الثاني على سبيل المثال لما يريد يشتغل مثلا هذا أهم الأثنين أذول الأثنين حاسبتين حملوا نفس الوقت هذا يشتغل وهذا أيضا يشتغل هذا إجا رفع هذا خلص قبل لا يرفع يعمل Pull بعدين يعمل Push حتى لا يجي يبني على التعديلات السابقة أوكي طيب حسين عباس يسأل Gradle مو هي مكتبة تحول مشروع الآيونيك إلى ملف تذبيت لها استخدامات أخرى الgradle لها استخدامات أخرى هي ليست فقط تحويل المشروع إلى ملف تذبيت لا بالعكس هي أيضا الgradle إذا أريد نشرح عنها شوي إن أنا ما تصور الشرحة في دورة معينة الgradle الgradle في الأندرويد ما هي وظيفتها يعني أترك إذا أنت كنتريت تستخدمها كآيونيك أو React Native أو Flutter هذا كله على طرف خل نجي نشوف الgradle شنو الفكرة من عنده الgradle فكرته جدا جبارة ورائعة كلش كلش رائعة شون يعني مثلا لما نجي إحنا نشتغل على مشروع معين خل نقول مثلا في الجافا في الجافا أنا لما أريد أربط نفسي مع MySQL وش راح أحتاج راح أحتاج أنه أذهب لموقعها بالGithub أحمل الكوننكتر الخاص بالجافا والMySQL أحملها للحاسبة وأجي أعملها build يعني للناس اللي متابعين دورة الجافا والMySQL أجي أعمل right click للjar file وأعملها build حتى يتعرف على المشروع وبعدين أجي أعمل الكوننكشن ولما أحتاج مكتبة معينة نفس الحالة أجيبها وأعمل عليه compile ونفس الحالة بدورة Jasper Report مثلا تمام بينما بالGradle بالGradle الشي جميل أنه المكاتب اللي آني أو المكاتب اللي مشروعي يحتاجها ما حاجة أنه أنت تضيفها يدويا الGradle هو اللي راح يشوف شون المناسب لهذه المشروع ويقوم بتحميلها تلقائيا عبر الأنترنت يعني هو يبدي يتفاهم شون المكاتب اللي يحتاجها مشروع الأندرويد حتى يحملها إضافة إلى ذلك الGradle ممكن ينبهك مثلا مشروعك اللي أنت تشتغل عليه رفعته على الأنترنت بعد سنة أنت جيت حملته مرة أخرى الGradle ممكن يقولك أنه في أبديت موجود تحب نحمل هذا الأبديت؟ لما تقول له أوكي الGradle راح هو يتفاهم مع السيرفر يا نسخة مناسبة وأي نسخة قد تكون ملائمة مع مشروعك يعني ممكن على سبيل المثال تلاحظون هذا الشيء في الأندرويد ستوديو لما أجي أقول أريد أحمل مكتبة معينة الGradle ممكن يحمل مكتبة مثلا 3.3 مع العلم لما نجي نباوى على الأنترنت نفس المكتبة موجودة نسخة الرابعة طيب ليش ما حملها الGradle؟ لأنه الGradle ذكي جدا يقول النسخة الرابعة إذا أنا حملتها ما راح يتوافق مع تطبيقك فلذلك أنا حملت لك أكو تحديث بس حدثت بما يلائم مشروعك ده تلاحظ شلون؟ شكرا